ويتحق بنا في الستوديو الصحفي اليمني السيد رماح الجبري أهلا بك سيد رماح إذن من خلال المتمر الصحفي أكد العقيد الركون تركي المالكي بأن إيران متورطة في تهريب الأسلحة الباليستية طبعا الصواريخ إلى جماعة الحوثي أو ميليشيا الحوثي إذن إيران سيد رماح ما زالت تنتهك القوانين الدولية عبر دعمها للحوثي بلا شك يعد انتهاكا صريحا وصارخا للقوانين الدولية باستيداف مناطق مدرية في المملكة نعم الواضح اليوم طبعا بالأمس تم إطلاق سبعة صواريخ من قبل ميليشيا الحوثي باتجاه مدن سعودية اليوم ناطق بسم التحالف عرض أدلة واضحة ودامقة أن هذه الأسلحة وهذه الصواريخ تتبع إيران إيران تمول الميليشيات الحوثية في اليمن نحن نعتبر إيران هي السند للميليشيا الحوثية ولو دعم إيران للميليشيا الحوثية بالسلاح والمال والخبراء والقيادة العسكرية لكانت الميليشيا الحوثية انتهت منذ زمن ومنذ بداية الحرب يعني الحوثيون أرادوا أن يقولوا من خلال إطلاق سبعة صواريخ إلى المدن السعودية في ليلة 26 مارس وهي الليلة التي انطلقت فيها عصفة الحزم قبل ثلاث سنوات أننا لازمنا نمتلك الصواريخ لكن الأدلة واضحة ودامقة وعرضت من قبل قيادات التحالف أنها أسلحة إيرانية ولذلك أينما تجد الشر والحرب والقتل والدمار تجد إيران هناك تجد إيران يدها متغلغلة في الدماء في دماء اليمنيين في دماء العراقيين السوريين وغير ذلك من البلدان العربية نعم دعنا نتوقف حول إيران يعني ودعمها للميليشيات وخاصة لميليشيا الحوثي إيران تحاول التباهي في أكثر من مناسبة بالقوة طبعا الإيرانية وصناعة العسكرية ولكن الواقع عكس ذلك سيد رماح أن جميع الصواريخ التي أطلقت على المملكة من قبل جماعة الحوثي أثبتت فشل تحقيقها للأهداف يعني هذا التباهي الذي هو عكس الواقع ماذا يدل سيد رماح؟ نعم أمس كان الحوثيون الذين نعتبرهم أداة بيد إيران يبتهجون بخبر أو بسماع خبر إطلاق سبعة صواريخ باتجاه المدرسة السعودية لكن خيبت أمل أصابت أصابتهم وأصابت من وراءهم في إيران بعد أن أثبتت هذه البدان أثبتت القوات السعودية أو القوات الجوية السعودية كفاءتها وقوتها وجدارتها باعتراض السبعة صواريخ لم يحدث أي من الأضرار البشرية بحسب ما نشرت وسائل الإعلام السعودية فقط إصابتين ومقيم مصري توفي نتجة الحادثة هذه القوات تعطي أو تعطي رسالة قوية أن القوات السعودية لها دور فاعل وتستطيع حتى المواطن السعودي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال متابعتنا وجدناه منتشيا وواثقا بقيادته وبشعبه واثق أن لديه جيش يمكن أن يحميه في أي لحظة من اللحظات وهذه رسالة إيجابية للمواطن و للعالم و لإيران نفسها أن القوات السعودية قادرة لحماية المملكة في أي وقت نعم سيد رماحة تنديد الدولي الذي صدر بعد الاعتداء بإطلاق سبعة صوريخ إيرانية الصرع وقام بها الحوثي بإطلاق نحو المملكة هذا التنديد الدولي والعالمي كيف سيكون رادعا لمليشيا الحوثي التي تدعمها إيران البيانات الدولية أنا أعتقد من خلال متابعته ستكون لها رسالة قوية على إيران و نرى أن المرحلة مرحلة الأفعال في اليمن نحن كمتابعين و كيمنين مطلعين على تفاصيل القضية بشكل أكثر و بشكل أكبر لا نعول على أي دور المجتمع الدولي فيما يخص اليمن إن كانت من ردود أفعال على ما يحدث في اليمن و على استخدام إيران لليمن كأرضية للحرب و كساحة للحرب باستخدام المليشيا الحوثية يجب أن تكون هناك ردة فعل باتجاه هذا الوضع يجب أن يكون هناك انتصار و كسر إرادة الحوثيين يجب أن يكون هناك تقدم بشكل كبير يجب أن تدعم الشرعية بشكل واضح و بشكل أوسع و عودة القيادة الشرعية و دعم القوات الشرعية لتحرير ما تبقى هذا يقض مضجع يقض القوة العسكرية و ينهيك الحوثيين و ينهيهم إذا استطعنا أن نهي سيطرة المليشيا الحوثية و استطعنا أن ننهي سيطرة المليشيا الحوثية في وقت أقرب و في وقت سريع إن طالت فترة الحرب أصبحت في صالح الحوثيين كانوا أضعف فساروا اليوم أقوى بإطلاق صواريخ و صواريخ و هذا ما جعله طبعا هذا باعتماد على إيران سيطرة المليشيا الحوثية التي لا تزال على بعض الموانئ اليمنية كميناء الحديدة و كذا كمطار صنعاء أيضا كذا كان عسكرية مطار صنعاء أيضا الذي تطالب بفتحه و تناشد العالم من أجل فتح هذا المطار لا يمكن أي دولة أن تستقبل طائرة قادمة من مطار تسيطر عليه مليشيا حوثية أيضا ميناء الحديدة لا تزال تسيطر عليه هذه المليشيا وهذا خطر كبير إن أردنا التخلص من هذه أو إيقاف الصواريخ التي تسقط بشكل متكرر أكثر من مئة صاروخ إلى اليوم سقطت على مملكة إذا أردنا إيقافها فعلنا بتحرير محافظة الحديدة و تحريرها أشكرك سيد رماح إذا كان معنا من داخل استوديو السيد رماح الجبري الصحف اليمن شكرا جزيلا لك شكرا